اشتركوا في القناة المركز الوطني للأمن السيبراني وفي بداية الاجتماع رحب معالي الوزير بالسيد شاد وولف مشيدا بالعلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك على تطويرها بما يدعم مصالح البلدين الصديقين وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني ومشاريع التعاون المستقبلية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز التدابير المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية بين المركز الوطني للأمن السيبراني في بملكة البحرين ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وذلك في إطار بحث ومناقشة عدد من التحديات الأمنية بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وقد وقع معالي وزير الداخلية والقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ثلاثة مذكرات للتعاون المشترك حيث تتعلق الشراكة الأولى والثانية بأمن الحدود والبضائع والتأكيد ليس فقط على التعاون المكثف حاليا بين أجهزة إنفاذ القانون ولكن أيضا الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود فيما تتناول الشراكة الثالثة برنامج الدخول العالمي التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية والذي يهدف إلى دعم التجارة وتعزيز أمن المسافرين وسيوفر للبحرينين خدمة السفر السريع إلى الولايات المتحدة حيث تهدف إلى ضمان أقصى قدر من الأمن والاستقرار لكل البلدين في مواجهة الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود هذا وسوف تعمل الشراكات الأمنية الثلاث التي دشنها البلدان على توسيع نطاق المعلومات وتقاسم وبناء القدرات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وعربت وزارة الداخلية البحرينية ووزارة الأمن الداخلية الأمريكية عن تطلعهما إلى تنفيذ اتفاقيات التعاون الأمنية الثلاث والتأكيد على الشراكة الطويلة بين البلدين في مجال الأمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر